اهلا بكم رعى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم حفلة خريج الدورة السابعة والسبعين من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية ودورات تأهيل الضباط الجامعيين بأفرع القوات المسلحة وذلك بمقر الكلية بالرياض ولدى وصول سموه الى مقر الكلية يرافقه صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع كان في استقباله معالي رئيس هيئة الاركان العامة الفريق اول ركن فياض ارويلي ومعالي قائد القوات البرية الفريق ركن فهد المطير وقائد الكلية اللواء الركن وليد الظاهري وفور وصول سموه للعهد عزف السلام الملكي بعدها بدأ الحفل الخطبي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية اللواء الركن وليد الظاهري كلمة عبر فيها عن الفخر والاعتزاز برعاية سموه للعهد لحفل تخريج طلبة الكلية الذين أكملوا الاعداد والتدريب ليكونوا على مستوى آمال القيادة الرشيدة ووفق تطلعاتها الحكيمة عقب ذلك ألقيت كلمة الخرجين بعد ذلك بدأ العرض العسكري للكلية ثم جرى تسليم راية الكلية وأدى الخرجون القسم ثم أعلنت النتيجة العامة للطلبة الخرجين بعدها كرم سمو للعهد المتفوقين ثم تقلد الخرجون رتب تخرجهم كما التوقطت أصور التذكرية لسموه مع الخرجين وفي الختام عزف السلام الملكي حضر الحفل صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن عبد الله بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير مساعد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والملحقون العسكريون لدى المملكة وأولياء أمور الطلبة للخرجين